اشتركوا في القناة صرح بان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الاراضي على مستوى الجمهورية خاصة في اطار الدلتة الجديدة وشرق العوينات وتوشكا وصعيد مصر وقلت طلع السيد الرئيس في هذا الاطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر في اطار الدلتة الجديدة فضلا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة للمياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتة الجديدة وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الادارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الانتاجية القصوى المخططة وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الاراضي في محافظتي ألمينيا وبني سويف بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والطرع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيط الغربي جنوب الفيوم وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلاح الاراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات نظرا لطبيعتها الجغرافية ونوعيات الطربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل ترجمة نانسي قنقر